لكن لحد ما تيجي المداخلة عايز اعلق على التصريح اللي قاله النهاردة السيد وزير التموين اللي بيعلم بيقول ما فيش حد بره بيطبخ بطماطم هو طبعا قصده ايه؟ ان السيدة الاجنبية بره ما بتنزلش السوق تشتري طماطم لكنها بتشتري صلصة هنا عايز اقوله معا الوزير حضرتك ابن بلد ده انت من ابو جبير شرقية الثقافة المصرية للسيدة المصرية غير الثقافة الاجنبية احنا واخدين نجيب طماطم ونعصرها ونصفيها ونرمي التفل بتاعها دي مصطلحات عندنا لكن المرأة المصرية مش في ثقافاتها السلصة الا فيما نظر تاخدها تعمل بقى صانية بتصع الوش كده شوية دمع من فوق لكن ان انت تجيب لي ان انت تجيب لي تصريح وتقارن بيه المرأة المصرية بالمرأة الاجنبية والناس السلصة او الشباب على الفيسبوك اشتغلوك ده تصريح غير سياسي بالمرة وقدت اتمنى ان السيد وزير التموين دكتور علم صرحي ان يمسك لسانه او يضبط لسانه قليلا لانه بقى بيطلع تصريحات تصير كثير جدا من التعليق هطلع فاصل